بسم الله الرحمن الرحيم نهاردة بنواصل الكلام في طائفة الطيور وبنتكلم على الشكل الخارجي للمثال اللي احنا تناولناه اللي هو دوميستيك بيجون أو الكلوم باليبيا دوميستيكا للحمامة المنزلية شكل خارجي الجسم بالكامل طبعا في معدل من قار البيك هو القدم الجزء الأسفل من القدم مغطى بالريش يتميز الأربع طبعا مناطق الرأس والعنق والجزع والذيل يبقى ظهر هنا العنق وظهر هنا الذيل المكانش موجود فيه البر هذا الرأس وده العنق وده الجزع وده الذيل الرأس صغيرة ولها من قارني هورنيبيك متبب وتوجد عند قاعدته منطقة جلدية صغيرة دي منتفخة حساسة تسمى القير والقير يحمل فتحتها الأنفل الخارجياتان أو الكسترنال نيرس على كل جانب من جانب الرأس توجد عين يحميها جفن علوي وجفن سفلي لكن فيه جفن ثالث اللي هو غشاء بسموه غشاء الرامش نيكتيتينج بمبراين وده شفاف طبعا ده يظهر لما تنزل فيه المياه أو تبدأ في عونة التهيران يوجد خلف العين مباشرة منخفض صغير لأيري هو فتحة العزن الخارجية بعد العين مباشرة في المنطقة دي طيب برضو العنق الموجودة طالما بقت موجودة هيبقى فيه عنق طويل ومرن وينحنى على رأسه بشكل حرف الاس وهذا يمكن الطائر من أن يحرك رأسه بزوايا أكبر في كل انتجاهات الجزع ينقسم الجزع إلى منطقة الصدر ومنطقة البطن أي جزع كده طبعا صدر ويه بطن الثوركس والأبديمن الصدر طبعا بيبقى كبير في الطيور والبطن بتبقى صغير الصدر مقوى بي آآ عظم القص بسامول استيرنم كبير ومزود آآ القص كمان زي ما نشوف بعد كده في بي الزورك اللي هو الكيل فانت عندك الاستيرنم وعندك الكرينيا استيرناي عند منتصف سطح الايه البطن يعني بالشكل ده كده ما تلاقيك ايه جزء كده من داخل ده العادي وجزء مدبب منه ده اللي هو بسامول كرين استيرناي او الكيل يحمل الجزء زوجين من الاطراف قلنا زوج الاطراف الامامية فورلمبس ده متحور الى اجناحة وينجس للطهران وزوج الاطراف الخلفية الهيند لمبس اطراف زماهية لكنها تعين وتدعم الجسم على الماشي والماشي هنا بسموه بايبيدل مش مونوبيدل زي الانسان يمشي رجل اليمين بعد الانشمال لكن ده يمشي بالرجلين الاتنين فانين واحد بسموه بايبيدل لكموش الجزء العلوي من الارجل الخلفية مغطى طبعا زي ما قلنا بالريش الجزء ده كده الجزء الامامي عنده الريش كده الفيذرز بينما الجزء الخلفي الو الأسفل خالص كده هيبقى مزاود بقشور قرنية وغورني سكيلز كل قدم لها اربع اصابع تنتيب مخلب قرنية وانا الخامس دامر وعند نهاية تساطح الأدد الجزء ده خالص الهورني كلوز والمخلب عند نهاية تساطح البطني لمنطقة الجزء توجد فتحة عرضية هي فتحة المزرق زي ما قلنا ده اتحاد ما بين جهاز الهضمي وجهاز البولي التناسل بعد كده الذيل بعد منطقة الكرواكا يبقى فيه المنطقة دي بسموها منطقة الذيل قصير ويحمل ريش طويل زي ما انتم شايفين كده بشكل ده كده شبه ايه له شكل شبه دائري توجد على سطح الظهري المنطقة دي بسموها منطقة مرتفعة كده والتي تفتح فيه الغدة الزيتية زي ما قلنا تفرز مادة زيتية تستخدمها فيه زيادة الريش خصوصا في طيور المائية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته